نشطة مفصلة للأخبار نسهلها بالعنوين الاحتلال يحرق منزلا في بلدة سلوان بالقدس والفلسطينيون يدعون لشد الرحال إلى الأقصى وفصائل المقاومة في جنين تعلن تأهب ردا على أي عدوان إسرائيلية محتملة مسيرات شعبية حاشدة تعم طهران ومدن إيرانية عديدة تنديدا بالفتنة وأعمال الشغب ودعم للثورة الإسلامية وأنبه في نفس الوقت دول العدوان والعالم المتواطئ إلى خطورة عدم التعاون في تلبية مطالب صمعان رئيس المجلس السياسي العلاف اليمن يحذر من تصعيد محتمل إذا لم تحترم مطالب الشعب اليمني وسريع للميادين الجيش سيرد على أي تجاوز إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات التشعية الإيطالية والتحالف اليمني بقيادة جورجيا ميلوني يتصدر التوقعات في محاولة منها لمواجهة أزمة الطاقة بريطانيا تخرج عن التزاماتها المناخية وتلغي الحظر على استخراج الغاز الصخري أهلا بكم أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية في مخيم جنين رفع الجاهزية إلى أقصى درجات التأهب والاستعداد ردا على أي عدوان إسرائيلي محتمل ودعت الفصائل المقاتلين إلى الالتزام بعدم تجريب الأسلحة بين التجمعات السكنية والأزقة والالتزام والمحافظة على هذه الحاضنة الوطنية كما دعت فصائل المقاومة في جنين المقاتلين إلى عدم الانجرار وراء تحركات آليات الاحتلال وأحرق جنود الاحتلال الإسرائيلي مساء منزلا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى في القدس المحتلة خلال اقتحامهم البلدة كما أطلق قنابل الصوت والغاز ما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق أذى وتصد الأهالي لهذه الاقتحامات بالمفرقعات النارية وأجبر قوات الاحتلال على الهرب من المكان كما تصد الفلسطينيون الاقتحامات الاحتلال في بلدة العسوية فيما اقتحمت قوات الاحتلال أيضا بلدة طور وأطلقت طائرة استطلاعية واعتقلت بعض شبان يأتي ذلك فيما نشرت حكومة الاحتلال المئات من جنودها في أنحاء الضفة الغربية تحسبا من عمليات للمقاومة الفلسطينية عشية الأعياد اليهودية بينما طالبت الشرطة الإسرائيلية مستوطنيها بحمل سلاحهم الشخصي عند خروجهم لأداء الصلوات التوتر ينسحب على معتقلات الاحتلال حيث أعلن ثلاثون أسيرا إداريا خوضهم إضرابا مفتوحا عن الطعام نسلين سلمي حال تأهب قصوى أعلنتها حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية حيث نشرت عشرات الحواجز العسكرية ومئات الجنود ولا سيمة في شمال الضفة الغربية وفي محيط المستوطنات بحجة التخوف من عمليات للمقاومة الفلسطينية عشية الأعياد اليهودية وفي تطور وصف بالخطير طالبت الشرطة الإسرائيلية مستوطنيها بحمل سلاحهم الشخصي عند خروجهم لأداء الصلوات ما تقوم به حكومة الاحتلال من إغلاق تحت ضريعة ما يسمى العياد اليهودية يندرج في إطار اللقاب الجماعي الذي يمرشه ضد الشعب الفلسطيني وبالتالي حرب مفتوحة ضد الشعب الفلسطيني يقوم بهذا الاحتلال قوات الاحتلال أعلنت أنها نصبت كمينا لمقاومين فلسطينيين قرب نابلس ما أسفر عن استشهاد الشاب سائد الكوني وإصابة آخرين بجروح وادعى جيش الاحتلال أن الشبان كانوا بصدد تنفيذ عملية ضد إحدى المستوطنات المحيطة بنابلس فيما أعلن الحداد العام في المدينة وأعلنت كتيبة نابلس تصديها للاحتلال الخبر زي الساقة بس الحمد لله يعني يعله طلبه من ألاه الحمد لله الحمد لله يعني يعله الله يتقبله عن ضبه يجمعه مع الشهداء الصدقين وفيما تسود حال من التوتر الشارع الفلسطيني أعلن 30 من الأسرى الإداريين بدأهم بإضراب مفتوح عن الطعام ضد الاعتقال الإداري على أن ينضم إليهم لاحقا أسرى آخرون هذا المؤتمر الصحفي يعقد باسم مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية والإسلامية تأكيدا على وقوفنا وإسنادنا إلى جانب أسران المضربين إضراب مفتوح عن الطعام وستشهد الأيام القادمة سلسلة من الفعاليات الوطنية ضمن البرنامج الوطني يشار إلى أن الاحتلال يعتقل أكثر من 780 أسيرا إداريا بينهم 6 قاصرين وكانت حكومة الاحتلال وعدت مطلع العام الحالي بحل قضية الاعتقال الإداري خصوصا التمديد المتواصل للأسرى لكن دون تنفيذ وعودها هي حرب تشنها إسرائيل على الفلسطينيين سواء كانوا في سجونها أو في مدنها موقرهم في محاولة لكسر شوكة المقاومة نصر سلمي رام الله الميادين وبالتوازي اختحم مئات المستوطنيين المسجد الأقصى المبارك من جئة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال المستوطنون نفذوا جولة استفزازية في باحات الأقصى حيث أظهرت مقاطع فيديو تأدية المستوطنين طقوسا تلمدية عند حائط البراق الملاسق للمسجد الأقصى وممارستهم الرقص والغناء خلال خروجهم من باحات المسجد وذلك في انتهاك جديد لحرمة الأقصى وللوضع القائم فيه وحذر النطق باسم حركة حماس فوزي برهوم من أن يدفع السمرار الاعتداءات بحق المسجد الأقصى إلى احتدام الصراع مع الاحتلال كل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون الصهاينة من انتهاكات وجرائم بحق القدس والمسجد الأقصى ستدفع باتجاه احتدام الصراع مع الاحتلال الإسرائيل ندعو كل أبناء شعبنا الفلسطيني بالضفة الغربية والقدس وفي الداخل المحتل إلى إعلان النفير العام والاحتشاد والرباط في المسجد الأقصى المبارك والتصدي لانتهاكات المستوطنين وبكل قوة وجعل معركة القدس والمسجد الأقصى معركة ردع للاحتلال الإسرائيلي والسنزاف لهذا الاحتلال ورفع تكلفة العدو شهدت العاصمة الإيرانية طهران ومدن ومحافظات عديدة مسيرات مليونية رفضا لأعمال الشغب وإهانة المقدسات ودعما لنظام الجمهورية الإسلامية المشاركون رفعوا شعارات الموت لإسرائيل وأمريكا وطالبوا بمحاسبة المتورطين في أعمال العنف مالك عابدة لا صوت يعلو فوق إرادة الشعب فالحضور هنا بحد ذاته رسالة شديدة لهجة يصر الإيرانيون على إصالها إلى المخربين وداعمهم خارج البلاد هذا هو المشهد في كل مكان من إيران الحشود من المواطنين تندد بأعمال الشغب والعنف وإهانة المقدسات وتطلق شعارات تطالب أجهزة الأمن بقمع المخربين وإيقافهم عن زعزعة الأمن المخربون والمشاركون في افتعال الفوضى يلعبون في ساحة العداء وعلى قوات الأمن التعامل معهم بشكل حازم لن ينجح العدو في تدمير بلادنا أبداً فجميع مؤامراته الفاشلة جعلتنا أكثر عقيدة وشجاعة من قبل هكذا يثبت الإيرانيون مرة أخرى تمسكهم بنبذ العنف والفتن فيقطعون الطريق أمام مشاريع الأعداء لضرب الاستقرار في بلادهم الشعب الإيراني واع وذكي ولن يسمح لأحد بالاعتداء على هذا النظام فهو خط أحمر بالنسبة لنا والجميع هنا جاء لدعم الشرطة وقوات الأمن أتوجه إلى الدول التي تدعم المخربين والفوضى وأقول لها عهداً منا سنبقى خلف ثورتنا ونظامنا وقائدنا حتى آخر قطرة دماء في عروقنا إذن عبر هذه المسيرات يأمل المشاركون تهدئة الأوضاع والعبور بالبلاد من أزمة تهدد الأمن القومي الإيراني لا يمكن مشاهدة هذه المسيرات الحاجدة على شاشات تلفزة المعادية لإيران في المنطقة والغرب فهي لا تخدم أهداف الحالمة بإسقاط النظام في إيران منذ عقود كما أنها تكشف أكاذيبها وتظهر حقيقة الدعم الشعبي للنظام في البلاد مالك عابدة طهران المياد ماذا في التدخلات الخارجية والأهداف الخفية لمحاولة زعزعة النظام في إيران ولماذا ردت إيران مسادفة مجموعات مسلحة فصالية تتخذ من كردستان العراق مقراً لها قراءة لأحمد عبدالله ليس مستغرباً أن تخرج وسائل الإعلام الإسرائيلية بعد تراجع حدة الاحتجاجات في إيران لتنعى جهود واشنطن التحريدية وتأسف لنجاح تهران في احتواء التحركات فالولايات المتحدة وإسرائيل كشفتا عن نفسيهما سريعاً في الأحداث الأخيرة فيما استضافت بريطانيا وسائل أعلام وضعت على جدول برامجها الرئيسية التحريد على أعمال الشغب وعلى توسيع نطاق الاضطرابات في البلاد لذلك استدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفير بريطانيا في تهران وسفير الناروج كذلك رداً على تدخل رئيس البنلمان الناروجي في شؤون الداخلية الإيرانية عقب الأحداث الأخيرة دول خليجية وغربية أخرى كان لها دور أيضاً في هذه المؤامرات بعضها كان يدار من كردستان العراق لتحمل الضربات العسكرية التي وجهها حرس الثورة في إيران والتي استهدفت مواقع تابعة للمجموعات المسلحة المعارضة قرب الحدود الإيرانية في كردستان العراق لتحمل رسائل سياسية لا عسكرية فقط فطهران تنبهت سريعاً للتدخلات الأمريكية والأوروبية في قضية الشابة الإيرانية وكانت حاسمة بموقفها بأن الدول التي لديها تاريخ طويل في إثارة الحروب والتعامل بعنف على صعيد العالم تفتقر إلى المشروعية لتقديم النصائح إلى الآخرين بشأن حقوق الإنسان وكان واضحاً أن الزواجية المعايير من جانب الدول الغربية في التعامل مع جرائم حلفائها ولسيما ما يمارس ضد الشعب الفلسطيني تعكس نفاق الغرب في التعامل مع الملفات الإنسانية نجمب نميداً مؤامرة تديرها أياد خارجية وهو ما استدعى التعامل معها على أنها تهديد للأمن القومي الإيراني ربما أراد الأمريكي أن يستخدم ما يجري في إيران ورقة للضغط في ملف المفاوضات النووية لكنه مجدداً فقدها من يده يأتي ذلك فيما سشد أحد عناصر قوات التعبئة الشعبية الباسيش في طهران متأثراً بجروح ناجمة عن تعرضه لأتداء من مثيري الشغب إلى ذلك أعلنت النيابة العامة في مدينة ساري تابعة لمحافظة مازان داران شمال البلاد اعتقال عناصر تابعين لداعش وحزب الكومالي خلال أعمال الشغب وأشرت إلى أنه سيجري تسليمهم إلى السلطات القضائية المغتصة كما أعلنت عن توقيف 450 شخصاً من مثيري الشغب الذين هاجموا منشآت حكومية كذلك هاجموا قوات الشرطة والأمن ما أدى إلى إصابة 76 عنصراً إلى ذلك أفاد مرسل الميدين في بغداد بقصف إيرانياً استادف مواقع للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض عند حدود أربيل في كردستان العراق وكانت القوى البرية في حرس الثورة قد أعلنت سابقاً البدء في استادف مقر تنظيمات إرهابية معارضة ومراكزها في إقليم كردستان العراق وأكدت أن عملياتها ترمي إلى توفير الأمن ومعاقبة الإرهابيين ودفع سلطات إقليم كردستان إلى تحمل مسؤولياتها وأعلنت قيادة الشرطة في محافظة كردستان غرب إيران الكشف عن كمية من عصي صواعق كهربائية خلال نقلها من الحدود الغربية لإيران إلى المحافظات المركزية من أجل استخدامها في أعمال الشغب الشرطة أفادت بأن الجيات المعنية كشفت عن مكان مستودع هذه الكمية وصادرت 900 قطعة منها بالتنسيق مع السلطات القضائية وأكدت أن العمل جار لإلقاء القبض على المتورطين ونقلت وكالة مهر الإيرانية تأكيد المدعي العام في طهران علي صالحي عدم التساهل مع الحاق الضرر بالأمن العام والأموال العامة ومع من يحاول زعزعة وثقة الشعب بقوات الأمن هذا وانتقد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان الدعم الأمريكي لمثير الشغب متهما واشنطن باستغلال مشاعر الشعب الإيراني إلى ذلك استدعت الخارجية الإيرانية سفيرة بريطانيا بسبب الطبيعة العدوانية لوسائل الإعلام الناطقة بالفارسية ومقرها لندن بحسب ما ذكرت وكالة الطلبات الإيرانية شبه رسمية للأنباء بينما جرى استدعاء السفير النرويجي لطلب إضاح بشان موقف ينطوي على تدخل من رئيس البرلماني في بلاده في شؤون إيران ونقلت وسائل أعلام إسرائيلية خيبة تل أبيب من تراجع حدة الاحتجاجات في إيران مقرة بأن الجهود الأمريكية التي بذلت لإشعال هذه الاحتجاجات ولا سيما عبر تفعيل الإنترنت لم تنفع وسائل الأعلام الإسرائيلية أشارت للتراجع الواضح جدا في حجم الاحتجاجات وقوتها معلق الشؤون العربية في القناة الثانية عشرة أيهود يعري أضاف أن الأمريكيين يبذلون جهودا لفتح الإنترنت الذي أغلقته السلطات الإيرانية لتعطيل الشبكات التواصل الاجتماعي لافتا إلى أن ذلك لم يساعد المحتجين من عكس تراجعا واضحا في حجم التظاهرات بتأييد معلن وواضح لمثيري الشغب في إيران تعاملت الأوساط الإسرائيلية مع الحدث الإيراني الموقف الإسرائيلي غير المفاجئ الداعم بقوة لمعارض النظام في إيران والمراهن الدائم على إحداث تغييرات من الداخل بعد عجز كل المحاولات الأخرى عبر عنه خبراء ومعلقون اتفقوا على وهم هذا الرهان ويمكن القول أن خيبة الأمل الإسرائيلية جاءت كبيرة بمقدار الرهانات والتوقعات بخصوص السؤال الذي يسأل دائما هل الاحتجاجات في إيران ستؤدي إلى أحداث تغيير من الصعب الجزم لكن تقدير أن الأفضلية هي لقوة النظام أفضل القول كما كل المحللين أن هذا الاحتجاج لن يؤدي إلى التغيير في كل مرة يقال أن هذا الاحتجاج هو الذي سيحدث التغيير أمل أن يأتي منه الخلاص لكن لا أستطيع أن أضمن ذلك الاهتمام الإسرائيلي بالأوضاع في إيران ومحاولة الدخول على الخط وجدت تعبيرا لهما في دعوة منظمات إسرائيلية إلى التظاهر تأييدا ودعما لمثيري الشغب في إيران وهو ما يتزامن مع جهود أمريكية موازية للأسف الشديد نجحت السلطات في إيران بوضع بطانية ثقيلة على موجة الاحتجاجات في البلاد التي تضمنت هجمات ضد مراكز حكومية وهجمات مع زجاجات حارقة يبدل الأمريكيون جهودا لفتح الإنترنت الذي أغلقته السلطات الإيرانية لتعطيل شبكات التواصل الاجتماعي لكن هذا لم يساعد ونحن نرى تراجعا واضحا جدا في حجم التظاهرات وقواتها وفي الجانب العنيف منها أيضا خبراء إسرائيليون لم يضيعوا فرصة الأحداث في إيران لتوظيفها في خدمة المصالح الإسرائيلية فدعوا الولايات المتحدة إلى الإعلان عن وقف المحادثات النووية مع إيران وإعادة فرض العقوبات عليها في شان آخر كده مستشار الفريق الإيراني المفاوض محمد مرندي أن رأس الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينفذ ما تمليه عليه الإدارة الأمريكية ضد إيران مرندي رأى في حديث للميادين أن الأمريكيين يستخدمون الوكالة للضغط على إيران ويريدون أبقاء بعض البنود غامضة للتملص من الاتفاق مؤكدا أن إيران تريد ضمانات قبل التوقيع على اتفاق نووي جديد إيران تريد ضمانات قبل التوقيع على اتفاق نووي جديد والنص الاتفاق المقترح مختلف كثيرا عن الورقة التي قدمت قبل أشهر وهذا النص الذي أتى في نهاية المفاوضات طالب الإيرانيون بإجراء بعض التغييرات عليه وبوريل وهو رئيس ديبلوماسية الأوروبية كان قد تحدث عن ذلك ولو قبل الغربيون بهذه التغييرات لكنا توصلنا إلى اتفاق اليوم قالت زهراء ركن أبادي كريمة الدبلوماسية الإيرانية الشهيد غضانفر ركن أبادي أن والدها تميز كدبلوماسيا وسياسيا بمحاولته التقريب بين الأشخاص والأحزاب ولسيما خلال فترة توليه مهمته في لبنان وفي مقابلة مع الميدي نشرت لأنه كان يعتبر أو يعتبر أن طريق السعادة في لبنان يمر عبر طريق الوحدة أنا بذكر بيوم الأول اللي هو تأين كالصفير ووصل على لبنان هو راح زار أبر رفيق حريري وبعده دقري راح روضة الشاهدين لزيارة أبر رفيقه أماد مغنية وبائل شهداء هو كمان عاد حتى مع الأشخاص المتعسبين وأنا بذكر بعد استشهد وواحد منهم قال أنه ركن أبادي كان عدوف محترم يعني هذا الشي بتميز هو مع البائل السياسيون أنه هو كان يحترم كل الأشخاص وكان يحاول يقرب كل الأشخاص وأحزاب في لبنان هو كان يعتبر أنه اللبنانية ما لازم يسمح للغريب أن يفرق بيناتهم ويبئدهم عن بعضهم هو كان يعتبر أنه طريق السعادة باللبنان يمرأ من طريق الوحدة زار أبر ركن أبادي استذكرت تفاصيل الحديثة قبل سبع سنوات وأكدت أن الخبر الذي تردد وكان الأصعب بالنسبة لها هو عن تعرض والدها للتعذيب في تل أبيب وقالت إنها لا تصدق أنه استشهد في حديثة ميناء أصدق هذا الشعر كان واحد من الأشياء أنا أعطى رفد أو جسمانه بالسعودية وأصدق خبر كان هذا أنه هو أخذوه بالتلابي بقام يؤذبه هذا كان أسأب خبرنا هنا سامقنا وحتى الآن أنا ما بعرف هذا خبر كان صحيح أو لا أذبوه أو ما أذبوه أنا ما بصدق هايكز بأنه هو استشهد خلال الحادثة منه لا أكيد لا وضابط السعودي قال لي أنه شوفي هيدا صور بيك شوفي هيدا شأراته شوفي هيدا خاص ببيك هيدا شأراته لما بالمي ينزل على جبينه بشكل خاص أنا كنت بعرف هالموضو أنا كنت بنتو هيدا شي قادي سألتو أنت كيف بتعرف أنا بنتو أنت ما شايف بي قابل كيف بتعرف الموضو قال لي لا أنا شفت أشرة أكتر من مية صور بالإنترنت أنا خلصت الحكي ما حكيت شي تاني لأنه قنت كتير خايفانة ما يسلمون الجسمانه وخرجت بس بعد أنا مديت ساقات على الإنترنت وفتشت أن صورة بي بيكون شأراته بالمي ما لقيته أصلا كل الصور كانوا رسمي وعادي هيدا شي خاص أنا كبنتو بعرفه كيف هنا كانوا يعرفه تفسيره الوحيد هو الضابط كان شايف بي لما هو كان حي زرارك أبادي قالت أن القضية الفلسطينية مثلت خطا أحمر بالنسبة لوالدها هو كان يقول إذا ما نحظم أدول سحيوني في الأراضي المحتلة هو حي يطمع وبدأ يحتل دول الثانية لذلك نحن لازم نعدي وظيفتنا كالإنسانية والشارئية ونطعم شعب الفلسطيني وكمان وظيفتنا الأساسية لدعم الاجتماع الإسلامي ولذلك كانت القضية الفلسطينية خط أحمر بالنسبة لبي وكمان خط أحمر بالنسبة للجمهورية الإسلامية حذر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع دول التحالف بأنه إذا لم يستجيبوا للهدنة فأن القوات المسلحة لديها رسائل ستصل قريبا العميد سريع قال للميادين أنه في حال لم يستجيبوا لما يطرحه الوفد المفاوض وعلى رأسهم الأمريكي والإسرائيلي فعليهم أن يحسبوا ألف حساب لافتا إلى أن العروضة العسكرية لم تكن لمجرد الاستعراض بل هي رسالة للأعداء نحن اليوم في هذه الذكرى ذكرى ثورة 21 سبتمبر إذن ندشن هذه الذكرى بهذه الحشود البشرية التي وصلت إلى أكثر من 35 ألف وكذلك باستعراض نوعي للأسلحة البرية والبحرية والجوية وكذلك السلاح الجو المسير وكذلك أيضا سلاح المدرعات وهذه الأسلحة ليست لاستعراض بل هي لمواجهة الأعداء ولمواجهة المعتدين وعليهم أن يستوعبوا الدرس جيدا أنهم إذا لم يستجيبوا لهذه الهدنة ولمطالب شعبنا في صرف الراتب وفي رفع الحصار وإنهاء العدوان فإن القوات المسلحة لديها من الرسائل التي ستصل بإذن الله عما قريب إذا لم يستجيبوا لهذه المطالب وكذلك لما يطرحه الوفد المفاوض وعلى رأيسهم الأمريكي والإسرائيل عليهم أن يستوعبوا هذه الرسالة جيدا فنحن لا نستعرض لمجرد الاستعراض بل هي رسالة الأعداء وعليهم أن يحسبوا ألف حساب لهذا العالم وعلى خط موازن حمل رئيس المجلس السياسي العلاف اليمن مهد المشاط دول التحالف السعودي كامل المسؤولية عن رفض مطالب الشعب اليمني وما قد يترتب على ذلك من تعقيد محليا وقليميا ودوليا المشاط توقع تصعيدا ما لم يخرج عقلاء حرصون على السلام لدى الطرف الآخر وأنبه في نفس الوقت دول العدوان والعالم المتواطئ إلى خطورة عدم التعاون في تلبية مطالب صنعاء وأن التمسك بحصار الشعب اليمني وحرمانه من ثرواته النفطية والغازية له وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وتتحمل دول العدوان كامل المسؤولية عن كل ما قد يترتب على ذلك من تعقيد أو تصعيد أو أضرار سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والدولي وهذا لا شك أمر لا نتمناه ولكنه محتمل جدا في حال لم نجد عقلاء في الطرف الآخر يشاركوننا الحرص على السلام والاحترام ومعنا من صنعاء الخبير في الشون العسكرية والسياسية العميد عبدالغني الزبيدي أهلا وسهلا بكم سيادة العميد ما الذي يدفع صنعاء لرفع اللهجة حاليا والتحذير برسائل عسكرية لماذا تلمح بأنه قد يكون قريبا بالتأكيد ربما تابعتني يوم أنس وأنا كنت في مساحة الميادين وأنا عشرت إلى أن القيادة السياسية والقيادة العسكرية في صنعاء باتت ممتعبة جدا من التصرفات التي تقدم عليها دول تحالف العدوان ومن ورائهم الأمريكي والصاهيين وبالتالي عندما نسمع رسائل أولا المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة قبل أربعة أيام ومن ثم تغريدة السيد محمد عبد السلام النادق الرسمي باسم الوفد الوطني وأيضا اليوم أتمها الرئيس المشاط وهو يتحدث بلغة دبلوماسية هي أشبه بالرسائل النهرية أكثر منها لغة الدبلوماسية ولكنه أراد أن يصلها بذلك الخطب وأنت عندما تتابع القيادات السياسية والعسكرية بحرم السلطة يتحدثون عن هذا الموضوع بشكل رسائل لينة دعنا نقول في قراءتها أو في شكلها ولكنها في مضمونها تحمل رسائل وأبعاد عسكرية ربما سينزعج منها الكثير إذا ما تطورت المشهد خلال الفترة الماضية هناك شروط وهي شروط محقّة ومطالب محقّة وليست تعجيزية فيما يتعلق بصرف المرتبات ورفع الحصار الجوي والبحري وبالتالي فإن هذه الرسائل يبدو أنها وصلت إلى قنعة بأنه ليس هناك جدية في موضوع الوصول إلى السلام وإنما هناك مقاتلة ومحاولة لتلبية المطال لا يتعلق بالهدنة وثقا لما يريدنهم وليس وثقا لما يريده الشعب اليمني وما تحقق مصار وبالتالي فإن هذه الرسالة قوية وقد نشهد في الأيام القادمة تطورات دراماتيكية نحو عمل أسكري نحو رتائل أسكرية هذا طبعا وثقا للقراءة والتحليل وربما المعطيات الحاصلة على الأرض الآن نعم سيادة العميد في حال كان هناك مماطلة كما ذكرت في تلبية المطالب المحقّة خاصة الإنسانية منها وعدم التوصل لهدنة حقيقية تمهد لمحادثات سلام حقيقية أيضا ما الذي يمكن لصنعاء أن تقدمه من مفاجآت وشاهدنا بعض الرسائل خلال العرض العسكري الأخير المثالة ليست فقط مجرد رسائل يعني هي في الأخير رسالة أنت تعرف اليوم الرئيس المشاطق قال كلاما مهما هو لم يتحدث فقط عن دول العدوان وإنما تحدث عن الإسليم وعن دول العالم بأنه إذا لم يكن هناك جدية في أن يحصر الشعب اليمني على حقوقه الطبيعية التي نصت عليها القوانين والدساتير في الأرض وبالتالي فإن هذه الرسالة ربما ستكون ذات أبعاد جوستراتيجية تتعلق بمفهوم الأمن بما يتعلق بمسارات المحر الأحمر ربما أيضا في موضوع النفط والمشتقات النفطية ويبدو أن الأمريكي هو يعرف ذلك وهو يدرك وهو يسعى بكل وسائل ولكنه لا يستطيع أن يقدم شيئا للشعب اليمني ربما هناك حتى على مستوى التصريحات الإعلامية فيها يعني ميوعة أنا أقول ميوعة سياتية بما يتعلق بموضوع الفترة الزمنية يعني إن لم يكن هناك جدية ويكون هناك تلبية للمطالب الشعب اليمني والحديث عنها بشكل صريح وأن يكون هناك طرط ضامن لهذه المطالب فإن الهدنة لن تمدد وأن عملا عسكريا غربما سيبرض نفسه لكي يكون هناك حديث عن السلام جدي يعني وأنا أقول أنها فسائل عسكرية بهدف الحصول على مكاسب السلام وليس على مكاسب حتى سياتي لأن في الأخير مكاسب السلام هي موضوع يتطلب الشعب اليمني يطلب الشعب اليمني نحن دعاة سلام ولسنا دعاة حرب ولكننا في المقابل نمتلك القوة والإرادة والعزيمة لتنفيذ ما يمكن تنفيذه من أجل الحصول على الحقوق البديهية لشعب اليمني وأنا هنا أقرأ فيما قاله الرئيس المشاط اليومنا هذا نعم ملاحظة أن إسرائيل كان لها نصيب من الرسائل التحذيرية من قبل صنعام ما الدورة الإسرائيلي في هذه المرحلة حتى تكرر ذكرها وشاهدنا أيضا في العرض العسكري منظومة قدس وهذه رسالة بحد ذاتها بلا شك بالتأكيد نحن في اليمن من خلال الأحداث اللقل إبانا العدوان على اليمن نرى أنه فيما يتعلق بالقرارات ما يجرى خلف الكواليس سواء لتحالف العدوان المباشر أو لدول الاستكبار يلعب الكيام الصهيوني دورا مهما لأنه يرى المتنامية في اليمن ليست فقط موجهة ضد دول العدوان المباشر وإنما أيضا هي موجهة في الأساس نحو القضية المركزية والمنطقة الحساسة ربما التي ترتكز عليها مجمل الأحداث والتطورات الحاصلة المنطقة وليس ببعيد ما يحدث في إيران أو ما يحدث في سوريا بين فترة وغيرا قال عليه أو يحدث أو قد يحدث في لبنان وبالتالي فأنا أقول أنه اليوم هناك رسائل من المحور وهو من فيفرد شروطه واليمن جزء من هذا المحور وجزء أثيل يعني وهو اليوم يتحدث بلغة أن العدو الصهيوني لن يكون في مأمن إذا ما حدث التطور وربما أن تساعدت وتركز إذا ما وضعنا كلمة الرئيس المشاهد ويتحدث عن الإقليم والعالم أنه قد يتضرر وهذه رسالة مهمة يعني ليست فقط مرتبطة برفع الإسعار ودفع المرتبط وإنما أيضا بأمن المنطقة بأمن البحر الأحمر بأمن مضيق باب المندب وأنا أقول هنا أحلل ودق لقراءتي ومعرفتي بما تفكر به القيادة السياسية والعسكرية عندما تصل إلى مرحلة ما نسميها باليأس من هذا الطرف الذي لا يريد أن يتنازل وأن يقدم حقا من حقوق الشعب اليمني أشكرك سيادة العميد عبدالغني الزبيدي الخبير في الشؤون العسكرية والسياسية كنت معنا من العاصمة اليمنية الصنع على خط موازر رفضت صنعاء البيانة الأخيرة الذي صدر عن الرباعية الدولية بشأن الوضع في البلاد مشيرة إلى أنه محاولة لفض الوصاية على اليمن وأكدت أنها لن تبقى مكتوفة اليدين أمام محاولات تمييع الهدنة وأبقاء البلاد في حالة لا سلم ولا حرب أحمد عبد الرحمن لن تبقى صنعاء مكتوفة اليدين أمام ما وصفته الخارجية اليمنية بتمييع الهدنة بقصد إدخال البلاد في حالة لا حرب ولا سلم الخارجية في صنعاء اعتبرت في بيانها أن ما صدر عن الرباعية الدولية في اجتماعها الأخير على هامش أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة محاولة لفرض الوصاية على اليمن داعية دول العدوان إلى تغيير استراتيجيتها من الحرب العدوانية إلى السلام جواب الوزاة الخارجية اليمنية كان جوابا مواضحا وشفافا لأنه أولا لا يجوز المؤمن أن يلضغ من جحر مرتين أما نحن هذا الأدغة الثالثة وإن يددنا الهدنة الرابعة فهي الأدغة الرابعة والسعودية هي تريد أن تهرب من الحرب اليمنية وتشعلها حرب أهلية تدخل الشعب اليمنية المجموعة الدولية خمسة زائدا أربعة كانت قد دعت إلى تمديد الهدنة كما دعت الأطراف اليمنيين إلى تكثيف المفاوضات على وجه السرعة والتحلي بالمرونة والاتفاق على هدنة موسعة يمكن ترجمتها إلى وقف دائم لإطلاق النار كما قالت وهو ما دفع بالخارجية إلى مطالبتها بإثبات جديتها في السلام المجتمع الدولي يدرك خطورة عودة الحرب ويحاول الضغط على صنعاء بشكل سبل لتحسين شروط التفاوض بالنسبة للتحالف السعودي حراك دولي يسبق انتهاء التمديد الثاني للهدنة الإنسانية بهدف تمديدها لأطول فترة ممكنة قد تصل إلى ستة أشهر وفقا لمقترح أممي مدعوم دوليا بحسب المبعوث الأمريكي وإن كان وزير الخارجية السعودي قد رجح عدم تمديدها متهما أن صار الله بوضع العراقيل أمام الجهود الأممية عبر مطالب لا نهاية لها في خضم التحركات والضغوط الدولية الواسعة من أجل تمديد الهدنة لفترة أطول تؤكد صنعاء موقفها الواضحة ورغبتها في إنهاء العدوان ورفع الحصار وصولا إلى تسوية سلمية وسلام مستدام أحمد عبد الرحمن صنعاء الميادين فاصل ونواصل أهلا بكم من جديد إلى سوريا حيث أكدت العشائر الكردية أن الكرد قومية سورية متأصلة في تاريخ البلاد ودعت خلال لقاء عقدته في مدينة حلب شمال سوريا إلى التحرك ضد المساعي الأمريكية لضرب وحدة سوريا رضا الباشا الكرد قومية سورية متأصلة في تاريخ هذه البلد بهذا الشعار فتتحى ممثل العشائر الكردية السورية عن مناطق عين العرب والقامشلي وصولا إلى عفرينا ومنبيج وجرابلوس ملتقاهم في مدينة حلب شمال سوريا أبناء العشائر من كرد سوريا اجتمعوا لتوجيه رسالة تحمل في طياتها رفضا للمساعي الأمريكية لاستخدام الكردي شماعة لفرض سياسة الأمر الواقع شرق الفرات نحن جملة وتفصيلا ضد أي تخسيم بالسوريا وأي فدراليات أو كونتنات نحن ضد الإرهابين والتكفيريين على أراضي جمهورية العربية سوريا نحن ضد الاحتلال الأمريكي والتركي بأشكاله نحن مع واحدة تراب سوريا تأكيد الهوية السوريا شكل محور عمل الملتقى الذي شدد المشاركون فيه على أن حزب العمال الكردستاني كان وسيبقى حزبا كرديا تركيا لا يمكنه أن يمثل كرد سوريا هذه رسالة للداخل وللخارج للخارج للقوى المهيمة التي تعتبر نفسها سيدة تعالى وللداخل لبقيت أخوتنا المكونات نحن لسنا مع القوى الخارجية نحن الكرد السوريين مع وطننا مع أبناء مجتمعنا مع نسيج هذا الوطن لنا ما لهم وعلينا ما عليهم وسنبقى ذلك أوفياء لهذا التاريخ ولهذا الوطن البيان الختامي للمؤتمر خاطب العاملين مع قسد داعيا كل من يعمل في مشروع قوات سوريا الديمقراطية إلى التحرك ضد المساعي الأمريكية لضرب وحدة سوريا ومد يد العون إلى الجميع للعمل لمواجهة الوجود الأمريكي شرق الفرد وعلى كامل التراب السوري تحرك أبناء العشائر الكردية السورية والعمل على توحيد جهودهم لتأكيد على هويتهم السورية يأتي في مرحلة تتزايد فيها الضغوط الأمريكية لفدرالة سوريا والعمل على إنهاء وحدتها ليكون الريهان اليوم على وعي أبناء العشائر من عرب وكرد وتحركهم بشكل متجانس مع دمشق لإنهاء التوجود الأمريكي على أراضيها رضا الباشحة الميادين رأى عضو المجلس المركزية في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن تدخلات السفارات في الاستحقاق الرئاسي نذير شؤمن للبنان لأنه يبعد اللبنانيين عن التوافق ويعقدوا الاستحقاق الرئاسي أكثر فأكثر وأضف قاووق أنه لو لا المقاومة لكان العدو الإسرائيلي ومن معه استخرجوا النفط والغازة ولم ينتظروا أحدا تدخلات السفارات في الاستحقاق الرئاسي نذير شؤمن للبنان لأنه يبعد اللبنانيين عن التوافق تدخلات السفارات تعقد الاستحقاق الرئاسي أكثر فأكثر وتحدثت وسائل علامة إسرائيلية عن تفاؤل بقرب توقيع إسرائيل اتفاقا مع لبنان بشأن الحدود البحرية وذكرت صحيفة يدعو تحرنوت في تقرير تفاصيل عديدة ينبغي للمبعوث الأمريكي عموس هوكستين أغلاقها وأضاف التقرير أن المؤسسة الأمنية تساعد أيضا لاحتمال عدم توقيع اتفاق في النهاية ولهذا السبب عرض الجيش الإسرائيلي في الاجتماع الذي حُدد قبل أسبوع خطة لكل سيناريو محتمل إلى إيطاليا حيث أقفلت مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية التي شهدت إقبالا نسبيا وقد أظهرت استطلاعات الرأي للناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم فوز اليمين المتطرف بالانتخابات التشريعية في إيطاليا ومن ثم أتت حركة خمس نجوم الشعبوية وحزب الرابطة وفورتسا إيطاليا وحزب رئيس الوزراء الأسبق بيرلسكوني إذن تقف إيطاليا على بعد خطوة من تغيير كبير سيحدث مع تصدر أو فوز اليمين بقيادة جورجيا ميلوني زعيمة حزب إخوة إيطاليا فمن هو هذا الوجه السياسي الذي يتوقع أن يضع إيطاليا أمام منعطف تاريخي علي الأحمر هي جورجيا ميلوني زعيمة حزب أخوة إيطاليا اليمني المتطرف لميلوني البلغة من العمر خمسة وأربعين عاما مشوار سياسي طويل يحمل نفسا يمينيا متشددا هي أشهدت سابقا بأفكار الزعيم الفاشي الراحل موسليني لتغير موقفها لاحقا وتؤكد أنها ليست فاشية لكنها متعاطفة مع إرثه تتمسك ميلوني بأفكار معادية لدخول المهاجرين للبلاد ودعت إلى فرض حصار على ساحل البحر المتوسط لجهة أفريقيا لمنع المهاجرين من الوصول إلى إيطاليا تتفق ميلوني مع حزاب يمنية أخرى في أوروبا حول محورية العائلة لكن الأمر لا يسري تماما على العائلة الأكبر أي أوروبا هنا ثمت كلام آخر فلميلوني قضايا خلافية مع الاتحاد الأوروبي كما هي الحال في علاقة أحزاب اليمين المتطرف مع بروكسل هي تسعى إلى تبني موقف مختلف تجاه الهيئة التنفيذية للاتحاد مؤكدة أن الحفلة ستنتهي بالنسبة لأوروبا في حال فوزها لكن الخلافات هذه لم تخرج ميلوني من العبائة الأوروبية ولسيما في الملف الأوكراني فخطابها يبدو الآن أطلسيا أكثر من أي وقت مضى من مشوارها السياسي مع موقف متشدد من روسيا وداعم للعقوبات عليها وآخر داعم لأوكرانيا سياسيا وعسكريا أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن رغبة بلاده في تحقيق المزيد من التقدم في ملف تسليم قطر شحنات الغاز الطبيعي المسالي إلى بلاده وعقب لقائه أمير قطر تميم بن حمد الثاني شدد شولتس على أهمية تعزيز التعاون الألماني القطري في مجالات متعددة هذا واتت زيارة شولتس إلى قطر في إطار جولة خليجية بحث على رأسها ملف الطاقة في جولة خليجية سريعة لا تتخطى 48 ساعة بحث المستشار الألماني عن منفذ لأزمة الطاقة الأوروبية التي طال أمدها تأمين موارد عديدة للطاقة الألمانية كان على رأس نيقاشات شولتس مع دول الخليج سنركز على مصادر عديدة للطاقة ما يمنحنا القدرة على ضمان أمن طاقة لدينا لن نعتمد على موارد واحد مرة أخرى هذا بالتأكيد لن يحدث لنا مجدداً غيرت أزمة الطاقة أولويات ألمانيا التي باتت تبحث عن بديل لاعتمادها الكبير على الغاز الروسي تخطط الأولويات هذه أي حديث آخر مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشأن ملف حقوق الإنسان والحريات في السعودية ولسيما ملف مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وقراروا وقف توريد ألمانيا السلاح إلى السعودية بسبب حربها على اليمن مكتفياً بلقاء نساء سعوديات في محاولة منه لتأكيد تضامن برلين مع حقوق المرأة في السعودية في هذا السياق انتقدت وسائل علام ألمانية بشدة لقاء شولتس محمد بن سلمان من الموجع حقاً رؤية مستشار ألماني يصافح هذا الرجل المسؤول عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي والمسؤول عن خطف رئيس الحكومة اللبنانية السابق والمسؤول عن الحرب في اليمن ومن الموجع عدم لفظ شولتس اسم خاشقجي بعد أربع سنوات يبدو أن السياسة الألمانية تقول أنه يجب مصافحة ميده ملطخطان بالدماء على خطى بايدن سار شولتس في غض الطرف عن انتقاد نهج السعودية في سبيل أولوية الطاقة فزيارة شولتس تأتي بعد شهرين على زيارة الرئيس الأمريكي للرياض الذي تخلى بدوره عن جعل السعودية دولة منبوذة كما وعد طالبا ود المملكة في سبيل مصالح أمريكا الكبرى وفي محاولة منها لمواجهة أزمة الطاقة ألغت الحكومة البريطانية رسميا الحظر المفروضة على استخراج الغاز الصخري فيما حذر جمعيات بيئية من أن هذه الخطوة تخالف التزامات لندن الدولية في مكافحة الاحتباس الحراري وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام الفين وخمسين موسى سرور الحرب الأوكرانية تبيح للحكومة البريطانية تجاوز المحظورات البيئية فأمن الطاقة بات أولوية مطلقة كما يقول وزير الأعمال جاكو بريسمونغ الذي أعلن إلى لجلسة برلمانية عن إلغاء القيود المفروضة على استخراج الغاز الصخري متهما المعارضين لاستخدام تكنولوجيا التكسير بطلق أموال من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من المهم استخدام جميع مصادرنا المتاحة من الطاقة في بلادنا إن استخدام مصادرنا النفطية أقل إضرارا بالبيئة من استخراجها من بلدان أخرى لأن نقلها إلى هنا سيؤدي إلى تكلفة باهظة على المستويين المالي والبيئي قرار منح تراخص الاستخراج رحبت به شركات الطاقة بينما رفضه أهالي المناطق المستهدفة بالتنقيب خوفا من حدوث هزات أرضية فيما أفادت تقارير علمية بريطانية أن الكمية المتوقعة من استخراج الغاز الصخري قد لا تتجاوز العشرة في المئة فضلا عن أن استخراجها قد يستقرق وقتا يمتد إلى ستة أشهر مستبعدة أن يساهم الغاز المستخرج في تخفيف أسعار فواتير الطاقة لقد حاولوا مرارا استخراج الغاز لكنهم فشلوا وسيفشلون لأنها لن تحقق لهم عائدات مالية قرار الحكومة في إعادة استخراج الغاز الصخري يأتي وفق أجندة وضعتها الحكومة في شهر آذار مارس الماضي بالتخلص التدريجي من الوالدات النفطية الروسية في نهاية عام 2022 تتطلع الحكومة البريطانية إلى زيادة مواردها من الطاقة ضاربة بعرض الحائط التزاماتها البيئية بشأن تخفيض استخدامها للوقود الأحفوري استراتيجية قد تصيب مصداقيتها الدولية بالضرر بشأن مكافحة الاحتباس الحراري وتزيد نقمة البريطانيين عليها موسى سرور لندن الميادين تذكير بعناوين النشرة الاحتلال يحرق منزلا في بلدة سلوان بالقدس والفلسطينيون يدعون لشد الرحال إلى الأقصى وفصائل المقاومة في جنين تعلن التأهب ردا على أي عدوان إسرائيلي محتملا مكبر إسرائيل مكبر إسرائيل مسيرات شعبية حاشدة تعم طهران ومدن إيرانية عديدة تنديدا بالفتنة وأعمال الشغب ودعما للثورة الإسلامية وأنبه في نفس الوقت دول العدوان والعالم المتواطئ إلى خطورة عدم التعاون في تلبية مطالب صمعاء رئيس المجلس السياسي لعلى في اليمن يحذر من تصعيد محتمل إذا لم تحترم مطالب الشعب اليمني وسريع للميادين الجيش سيرد على أي تجاوز إغلاق مراكز الاغتراعات في الانتخابات التشريعية الإيطالية والتحالف اليمني بقيادة جورج ميلوني يفوز في الانتخابات في محاولة منها لمواجهة أزمة الطاقة بريطانيا تخرج عن التزاماتها المناخية وتلغي الحظرة على استخراج الغاز الصخري باللغة العربية والإنجليزية والإسبانية الميادين دوت نت موقعا على الإنترنت موجزون إخباري على رأس الساعة اشتركوا في القناة